بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل موضوع الإهلاك بالطرق المختلفة depreciation بطريقة ما يسمى بي decline balance وإزاي أنا أحاول decline balance إلى straight line الفاتورة بتاعت المعدة ديت بتقولك والله المعدة تمنها 9000 وبعدين اكلفت كمان مجموعة من الأشياء بحيث أنها أصبحت القيمة التكلفة بتاعتها الacquisition عبارة عن 10,000 salvage value بسوء 0 والdepreciation بتاعي عبارة عن 200 باستخدام طريقة decline balance method والعمر الافتراضي أو depreciable life 5 ير straight line method هي 5 سنيني بواحدة على 5 بسوء 0.2 الألفة اللي هو double decline rate بتقول أنت إيه بتضاعف الstraight line بتاعك يبقى 0.2 في 2 يصطلع 0.4 كأنك أنت ده الشغل بتاع الstraight line كنا فاكر البتاكر كنتو الB ناقص الS على الخمس سنين لا أنا هنا هو عندي اللي هو الB لأنني باهم salvage value اللي عندي بي على خمس سنين لكن أعمله double بضربه في 2 يطلع 0.4 يبقى أنا بحاول الstraight line للطريقة دي لو أنا عندي salvage value بيساوي 0 والقسط بتاع الاهلاك اللي عندي عبارة عن 40% من قيمة الأصل اللي عندي 40% في العشر تلاف يبقى 4 يبقى البوك الB ناقص بتاعته عبارة عن 6000 6000 40% يبقى القسط 2400 يبقى البوك باهم 1600 أضربه في 40% يديك القسط يبقى البوك بيساوي كلام ده أضربه في 40% يديك القسط أطرحه منه يطلع 1276 يطلع كلام ده 40% بقى الصالبش باليو اللي عندك عبارة عن الكلام ده وأنت عندك في المسألة أن الصالبش باليو بيساوي صفر طيب نعمل الكلام ده زي ما قلنا المرة اللي فاتت هات قيمة المعدة في بداية السنة اللي هي تعتبر في نهاية السنة الرابعة 1296 دهوت نقص 0 يبقى هو ده القسط بتاعك لما تيجي تطرح منه يبقى بتعدل القسط الأخير بتاعك ده يطلع بيساوي الكلام ده علشان يطلع الصالبش باليو بيساوي 0 في نهاية العمر اللي عندك ده التعديل اللي ننزل بقولك وإيه عملنا يبقى ده كانت المرة اللي فات لكن إزاي أنت تعمل من الطريقة دي لطريقة الستريت بحيث يتطابق الحل مع 0 بدون ما يعمل الحركة اللي عملنا في المسألة اللي فاتت قال لك بص يا مهندس انت جبت القسط الأول عبارة عن 4000 يبقى قيمة المعدة 10,000 ناس 4000 أصبحت قيمة المعدة كام 6000 بعد كده بتبدأ تقول والله 6000 على 4 طلعت كام 1500 كانت هناك طلع 2400 أقل أقل من 2400 وقبلك يعني القيمة بتاعتك 3600 بعد كده هو 3600 على 3 طلع 1200 أقل من 1400 وبعدين على 2 3080 أكبر من 8640 فتشوف انت هتطرح ايه هتطرح حين طالما القصة طلع أقل بطرح 2400 من 6000 يطلع 3600 3600 شيل من التال 1600 1200 1200 3000 3600 شيل منها 1200 يطلع كام ايه هذا 4 2400 لكن لو شيلت منها 1440 أخبرك يبقى الريزيدوال اللي عندك 2160 لما تاخد 2160 اللي هو البوك فاليو الأخير على 2 يطلع القصة بتاعك 1080 أكبر من 8460 اللي هو القصة بتاعك يبقى انت بتعمل switching وانت ماشي switching من الطريقة بتاعة double decline أو decline method لطريقة straight line علشان أعدل النتج بتاعي يطلع 0 بحيث ان الرقم ده هو لما يطرح من هنا طلع 0 وخبلك وال2160 لما تسمع على 2 طلع 1080 اللي عند يبقى هنا بحاول حسب بحيث اننا أصل في الآخر إلى ال salvage value طلع 0 بدل التحويل اللي احنا عملناها للطريقتين بيكونوا صح بحيث اننا أتطابق مع ال salvage value الأخيرة without switching we have not depreciate the entire cost of the assets and thus have not taken full advantage of depreciation task طبعا أنا بيهمني التعامل مع الضرائب كلما القصة بتاع الاهلاك يوبا كبير لانه بتخصم من الضرائب باخد القصة الأكبر اللي عندي علشان أستفيد من خصم الضرائب في السنة الكيس التانية لو أنا عندي salvage value 2000 لو تفتكروا بنعدلها برضو نفس الحكاية بنتقل من decline إلى straight line بحيث يتطابق الشغل عندي على salvage value النهائية الأخيرة اللي عندي يوبا 0.4 في 10 طلع 4000 خصم 4000 طلع 6000 0.4 في 6000 2400 خصم 2400 طلع 1600 3600 في 1400 1440 أخصم 1440 من 3600 يطلع 2160 خلي بالك لما جيت أقول 2160 في 40 طلع كام 864 أكبر من 160 أنا أخذ 160 اللي هي عبرة عن مهندس اللي هي عبرة عن القيمة بتاعة البوك value على كان 2 البوك value أنت عندك نهوت لو تفتكر بتحول straight line بتقول على 4 على 3 على 2 على 1 عندي يبقى في الحالة ديت قادر أتطابق مع salvage value العندي يبقى ازاي أنا tax law does not permit us to depreciate assets below their salvage value لازم أتطابق مع salvage value المعطى في المسألة شكرا والسلام وعليكم ورحمة الله